اهلا اهلا معكم مهما من قناة ماس دايري الاخبار يا جماعة ان شاء الله كنوا بخير و بصحة كويسة زي بتشافيه انا مش خطى اي حاجة في وشي الساعة للوقتي عشرة و خمس دقايق الصبح انا بس افل السطرة عشان حطيت اضوءة بس المراية علشان هنجرب مكياش جديد فخليكم معي اوكي النهاردة اجرب حاجة من فالنتينو لو تعرفوا المكياش دو تكمن امتى شهر سبعة سنة دا فاتت شهر ثمانية والله مش متذكرة كان في افنت مول جديد والله حتى ما فكر اسمه كان ايه كان اسمه كده كان مول جديد فاتح وكان فيه فالنتينو كده و رحت حضرت انا واحدة صاحبتي و اشتريت اكمن حاجة و ادوني هدايا اعتقد صورتها حتى ريل على الانستجرام بايدوية اللي مش متباني على الانستجرام بكاعي نسب لكم اسمه هنا و كمان دي لينك بتاعه كمان موجود في الديسكابشن باكس اللي عايز يعمل لي فالو هناك فبس خانيني اقوليكم الاول الحاجة ايه هي المهم هو انا اشتريت ثلاث حاجات و الثلاث حاجات اعتقد والله اعلم قريدي وردها لكم في فيديو قبل كده برضو بس ما جربتهاش معاكم فالنهاردة هنجربها يعني على وشي و كده و انا جبت كل حاجاتي جنبي عشان كده عادت على التصريح عشان بكل حاجة تبقى حولي و كده يعني فبدون كام كتير خانيني نبدأ اول حاجة اخرتها اللي هو اسمه في لايتر دول يوز ليكود لايت في سبيس ان توب كوت اللي هو اللي هو فوق كريم الاساس للمعين يتم رفج المنتج قبل الاستخدام يخفض في مكان بارد و جاف او ما كانش في مكان بارد بس اكان في مكان جاف ربنا يستر بايكود شباب اللي هو اللي هو اي تو تشيك اللي هو احمر الخضود و ضلال العيون للاستخدام المزدوك يخفض في مكان بارد و جاف برضو ما كانش في مكان بارد بس كان في مكان جاف والحاجة اللي بعد كده اللي هو روز فالانتينو لاب كولور انا مش شايفة مهم اللي هو روج مبدئيا قبل اي حاجة احب ان انا امسح وشي بتونر بدي انا اذا عمليها بس التونر اللي هو اللي هو رقم اتنين انا غاصلة وشي بس الصبح جيت على طوري مش حط اي حاجة لترلي ولا اي حاجة فدا بنات بس انا عايز اوريكم بس ان انا غاصلة وشي بغسول الوش وعايز اوريكم قد ايه بينظفت هو بيسيب طبعا احمره كده زي ما نشايفين بس انا يمكن لانه اكتشفتم اخرى ان بشرتي دولية حساسة هنديش اي فكرة زي اي يعني مهم بحط منه كده شوية ويبسح بيوشي كامل انا غاصلة وشيها شايفين فهو رائع خرفيا من رائع 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 خليلي اربع كده حشان ابقى اعداد مزاك مهم هاداتة بوشي بيوشي بيوشي بيستخدمه دا دا يا رب لايب دي اللي لانه صراحة بحبه جدا بحبه جدا بحبه جدا اللمع فالله يسطر انت عارفين انا محبش اللمع سوء الدرجة اللي نصحني بها البيكوب ارتس تبع بالانتينو اللي في الشاركو الاوسط كما قلت لكم اذا كان موجود في اليفانت هو مغصفة تانية برضو اللي كان شغال في بالانتينو مش عارفة حساها بس انا جربتها هناك شايفين لانه صراحة لانه صراحة لانه صراحة خلينا نجربه هنا الاول على ايدي اعتقدت كفاية او هنشوف اذا كانوا كفاية هو لونه كده تحسون انه لونه وردي بس مش عارفة زيه بنات ازاي بيدي لمعة شايفين بنات ازاي بيدي لمعة يحطت حلوة قوي ما استخدم الله č isli ايه بيدي لمعة طبعا تتحدث ما فيش يعني هو اسمه في لايت خيني كده لو استخدمت كمية اكبر شوية ازاي هيكون يعني هيكون في كفرج او لا ده قصدي مش شايفين في كفرج انا كأني بس يعني حطيت بس لما على وشي بس هي الصراحة الصراحة يعني لمعات وخطيرة ولكن يعني ما لانا مجربته كان عمل ازاي ليه تخيلت ان هو هيكون في كفرج ممكن وقتها لانا قردي كنت حطو فونديشن وخطو لي دفو ايه بانده حطت لي دفو ايه فحسيت ان هو في كفرج اوكي دي ممكن تصادمي كده لو انت يعني عايزة تحطي حاجة بس مش عايزة تحطي اي حاجة بنات شايفين اللماء في بنات بتحب كده انا دي حاجة ما ما بحبهاش انه اصلا 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 بشرتي دهنية فانا ما بحبش احساس اللماء اللي على الوش مع بشرتي الدهنية خالص 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 بطايتان بنات شوفوا يعني ما فيش اي كفرج اصلا يعني ما فيش اي حاجة يا الله I hated ممكن على فكرة هو مدين هنا في الكاميرا ان هو شوية اوكي لكن هو في حقيقة لا لا قدامي حاجة تعني اصلا هنا متعرفوا اصلا مش عايزة حطتين مش عايزة كامل دول حطانه كي داع الاغلب هيروح لحد يستخدمه تكون بشرته اصلا جافة ويحب الترتيب ويحب اللماء مكنة اصلا معي دعنا سوف نظر انه محصدش أي حاجة ونجيب البوضر بتاعتنا ونضع ونظر عادي نملك المغروف نامل فيديو مش عاي وشكبه سوف نحب الكاميرا ان كاميرا فيديو بش اي وش كابه وبشتكيان انا بحب كده بقل مات فانايش ده انا بحب كده كده انا بحب كده ايوه ده انا اللمعة دي نسيبوها للناس او بوجهة نظر يعني نسيبها للناس اللي اصلا بشرتها تحسيها جافة ومطفية وكده وتحب ان هي تنورها شوية. اوكي دوكي ننتقل للبرودكت اللي بعده. بس قبل ما انتقل للبرودكت اللي بعده هرسم حوالك بي. اخيرا تقيد بديل حاليا قاعدة بستخدمه اللي هو ده تبع الشيكلام بدل ده. ازهقتكم اكيد وانا بقول عنه. بيجي كده ثلاث الوان. اوكي. وانا بس بستخدم البني يعني حاليا. هرسم بي حوالك بي. ده الوقت. اوكي. المنتج اللي بعده نعيز اقول لكم عليه. اللي هو اسمه اي تو تشيك اللي هو بلشر و اي شادو في مبس الوقت. بس خلينا نتكلم مادئيا كده عن الباكيجينج. ده شكله بنات. اوكي. لما بنفتحه. كده. اللون اللي اختارته رهيب. لانا ده اختاره ده رقم 8. بس هو ده شكله جاي مع فرشة. بس هو قال احسن في اليفنت يعني اه بيقول لنا انه الافضل ان تستخدمي الفرشة دي اصلا انتو زي ما شايفين هي ازاي فلافي. وتحطوا الاي شادو بالتكنيك دوت اللي هو في. على شكل في كده. عشان كده التاني كان اسمه في لايت. مهم كان في حرابة بينه الاثنين. فالمهم قال ان انتو تصادموه انتو تحطوها كده شوية على الجف. وتيجي هنا. وانا التكنيك ده صراحة ما. انا بحبش الاختراعات في الميكب. اه بحب اعمل اللي يناسبني انا وبس. حتى لو هو مناسبني بس بالان مش مقتنع ما ما بحبش اعمل بي كده. فانا هدي فوشة الاي شادو بتاعتي العادية جدا. وهستخدمه بالطريقة اللي انا بحب استخدم بيها الاي شادو. سوري البلاشر. وهخط منه كمان كاي شادو. لانه تخليها استخدمه كذا استخدمه. شايفين الدرجة ازاي؟ هيا كده اللي جاية لونها على ابريكود او مش مشي مثلا زي ما شايفين. فيها سنة سنة صغيرة شمر. مش عارفة معينة او لا او يمكن ده اللي تحت هو اللي عامل كده. او كي. وهستخدمها النحية التانية كذلك. اوف حطت كتير. انا بسح شوية بفوشة تانية. اللي اصلب فيها حاجة معرفش ايدا. بعدين هاخد فورشت اي شادو عشان استخدمه كاي شادو. عشان عايز اجربه زي ما المسه على العين. نايز. بيندمج بسهولة كاي شادو فعليا. شايفين? جدا بنت. بحب برضو احط منو تحت عيني بستخدم فورشة كده مبططة. او كيو سودار برودكت التاني. برودكت التالت وهي الاخير اللي هو الروج. انا مركوش الهدايا. مش عارفة. مهم خانيني اوريكم الهدايا قبل موريكم الاروج. كانوا حطين كده زي عينات. من الارواش بتاعتهم. ديت. 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 روز فالنتينو. على الفكرة ده نفس الروج اللي انا غيباه. بس. حطيني كزلون يعني حطيني الالوان دي اللي هي اسمها. روز فالنتينو. إثرال رد. أندرستان. بيلبت. لاي. ريكل. رد. مهم. هم دول رد وقاي مع الفورشة. ديت. تفتحها كده زي الدواء. ديت. ديت. على السيارة. أكيد. مقدوا عارفين خلص. و الحاجة الثانية اللي كانت هدية. البرفان اللي اسمه مش عارفة نطقوية. انتنسا. ده. خلينا كده نجربه. خلينا فتحه الحصان. ده في ورد. آه ده اللي هو ده شكله ده. عرفتوه. أكيد شايفينه في مكان. ده في بلوسم فلاور. جاسمين. جاسمين. كريستل موس. كوتتوه. بوربون. فانيلا. ما علينا. نجربه. الله. فانيليا. لكي لا راحة فانيليا. راحة الياسمين خفيفة. مش قوي يعني مش مزعكة. ما حبش راحة الياسمين. حلو. حبيته. اللي بعدو. اللي كان. نفس البرفان. أوكي. بس نديهم لنا كده. فعالة صغيرة. يا روحي. هو نفسه. بس شايفين حاجوها اللي زي. كده ضغنتوتي قوي. اهو. كده. مم. رحتو خطيرة بنات. حلو قوي. جميعهم، ويلي بعدو. اللي كان. اللي كان. اللي كان. اللي كان. وقبل الاخير. اللي كان. البرفكشن فانديشن. تصميم منو. وليهدي الاخيرا اللوعة. اللي هي بوتش ديت. سوف أقوم بعمل هذا لكي نشاهدوا اللوغو هنا محطوط و جاي معها السوستة كده شكلها تضع فيها فرش تضع فيها ميكا كان شكلها واحد راندوم لي دي كانت صاحبتي تردت فيها حاجات احلى من ذات خليكم ان انا بداعتي كان ميكا كان فيها مداليا و كان فيها اللي هو اسمه اللي بنحط ورا التليفون يعني مثلا ده التليفون بتحطوه هنا كده مدور علشان تربسوا التليفون في صباحكم فكان فيه حاجات بتاعتها كده يعني انا كان اختر شيء ميكا المهم نرجع لموضوعنا ثاني ونجرب بقى الروج هايزا تكون بس تشوفوا الباكيجينج اللي يجنن الباكيجينج حباقي بس مشكلته التطبيع دهوت ده شكلوا الدرجة اللي اخترتها اللي هي رقم روزو فالانتينو روزو فالانتينو رقم 101A هوت بيج اسمها كده و ده هو اللون اللي اخترته بنات مش هارفة اهو كده احسن تشوفوا الشيد تحفة والدرجة تحفة خليني اول حلق ساحدة تشافافي سو عالم اغلب هنروح لبالوتوك طبعا شورلت تالبري يلا بابري صحة همه يلا بابري صحة همه دو وده لوكتي نگراب ده أوووووو واوف لونه خيل لونه بنات جاي كده على وردي ملمسه كريمي حيل حيل كريمي جدا جدا كريمي كريمي يتمسح بسرعة هناك ساتن فنش ليس كثير ندفة صغيرة طعم حل يجب أن يكون طعم حل يجب أن يكون طعم حل لا تشريح لا تشريح لا تشريح المهم تحفظ ايشهد والبلاشر إنه حل تحفظ نستخدم المسكرة بما أن نستخدم كلها نستخدم المسكرة اللي جاية هدية مع الإفانت كده شكلها أنا أعملي يا لاوي كده 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 شكلها كده شكلها كده شكلها حسنا نستخدم المسكرة حسنا كده شكلها مرحة كده شكلها رمش مرحة مرحة نشاهد رمش كده شكلها بس بتدي كده سبرايشن للرموش نفسها بتتفرقها عن بعض وبتطولها خليني اقرب اكتر شايفين شايفين الفرق بين عين الاثنين لقى الفرق واضح يعني فرق واضح جدا ده بسكوت واحد يعني انا حطيت طبقة واحدة بس اوكي حبتها ولكن للأسف عندي مسكرات قلدي فمش عايز اشتري مسكرات ديادة فممكن بس يخلصوا اللي عندي تجرب ديادة شفتوا بقى دي فايدة السامبلز اللي احنا بناخدها من المحلات انتو بتجربوا البرودكت وده ما اعجبكو بتروح تشتروا اوه ماي جاد حلوة قوي بجنات بس انا لسا مش تفهمة دي هنا في مسكرة اكتر من هنا واو بجد عشرة من عشرة رحفة ما كتلت ليش كمهوشي خلينا نشيل بس الزيادة دي اللي فوق حاولة و sneaking رأيكم مسكرة خيالايا طيب بيعا بادي احط هايلايتر وبعند銭ش انا هايلايتر خالص من هنا لأننا لا نحتاج الهيليتر الهيليتر موجودة ليس قويا بس دعني اضع حاجة كده اتنور شوية اضعها بضيح بس مش عارفة ان هذا الهيليتر الوحيد بس مش عارفة اضع ايلون مؤخرا بقي تمكز بين اللونين دولت بس حاسة ان انا عايزة اضع اضع الاثنين بردو مع بعض ايوه كده مهدلنا الشارع اش كي انا بدي حطاب دي مزهق اثنين شايفين كده احسن بتحسوا كده نور شوية الهيليتر بس انا خلصت تعالوا كده نتكلم على كل حاجة استخدمناها ده الفي هايليتر ولا اللي مش عارفة اسمه ايه الفي لايتر لا 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 انا بس من يناسب حد تاني حد تاني بحب وش يكون بيلمع حد تاني بشرته ما فيهاش ولا غلطة بس عايزين برضو والحاجة اللي بتلمع والجبهة بتلمع والدقل بتلمع انا عارفة ان الناس كتير بتحبها بس انا مبحباش انا مفضلش حاجة زي كده الفورمالة بتاعته جميلة جدا الباكيجينج طبعا ولا غلطة الدرجة فعلا كانت حلوة موت درجته حلوة جدا بس ممكن استخدمه كايه كهايلايتر فاهمين قصدي يعني ممكن اخليه فوق اللي انا عملته دوت بس لو انا مش حاطة بودر انا خاطة فونديشن استخدمه كهايلايتر هايلايتر بي الاماكن اللي انا عايزة بتلمع شوية بس اني يخلص وارجع استخدمه واشتريه تاني وكده اوكي طيب تاني حاجة البلوشر رهيب جميل جدا حلو جدا الشيدي اللي اخترتها حتى حلوة الشيدي اللي اخترتها حلوة الشيدي اللي اخترتها حلوة قوي يعني انتو قلولي ايه رأيكم يعني دركته حلوة قوي فعليا فعليا ولا غلطة فحلوة قوي يمكن لو كنت عملت التكنيج كمان ده اللي هو كان بيكون عليه كان ممكن يبين احلى من كده بس دي طريقتي اللي انا مستخدم فيها البلوشر ما بحبش غيرها طيب اللي بعده وهي هو الروج ولا غلطة الفورميلا كريمي طحفة فيها سنة ساتن بس انا حاسة انه هي مش هيفضل طول اليوم يعني مش لانه هتكلي هتشرب بي هتعمل اي حاجة هيطبع على طول يعني بصوا مثلا انا اكلت على طول هيطبع فمش احسن حاجة الفورميلا الكريمي بشكل عائل ما بكلمش على ده بس الفورميلا الكريمي بتبقى حلوة في احساسها بالشفافة وكده بس ما بحسش ان هي افضل حاجة ليه لونجلاستنج يعني عايزة لونجلاستنج يبقى مات احسن فدركتورة رهيبة بحس ممكن اكبرها بالتنين دول كمان ونشوف لي طبعها بشكل عامل ازاي بس اوور اول ده يمكن هيكون ماي فاوريت الايام ديت شايفين اصلا دركتورة ازاي طحفة اللون خيالي اساسا كنت فعليا محتارة وقتها انا بتذكر انه كان فيه درجات كتيرة جدا وكلوهم حلوين ونفسي اخرب برا بكومفرت زون بتاعت الورديات والبجات نفسي كده خط احمر خط وردي اللي هو الفوشي او الوردي اللي هو ده هارفينه نفسي بس انا بحب الدرجات دي ونفسي اخرب برا بس مش قادرة سو ده عشرة من عشرة بجد رهيب المسكرة ولا غلطة مرة تانية اها بقرب هي عملت اللي عليها اللي بتعمله يعني او عملت الغرض المطلوب منها انا مرضية يعني شكل الرموش فحلوة يعني فعليا لو انا دوقتي ما عنديش ماسكرات جديدة لانه حاليا عندي دي لسه جايباها اصلا لانه اللي عندي الاولانية خلصت دي من YSL لسه جايباها وحاليا بستخدمها الرابط التخلص التانية سبتها في السيارة فلو ما فعلا ما عنديش ماسكرات تانية موجودة كنت فعليا فكرت فيها لانه فعليا حلوة جدا فممكن بس التانيين اخلصوا ابقى افقى اجرب ديت واجيب الفل سايز منها بس كده حلوين دا كان فيديو النهاردة وولي لو بتحبوا النوع ده من الفيديوهات ان احنا نجرب ميكوب جديد مع بعض وقالكم ايه رأيي فيه بس لو عجبكم الفيديو دوت متنسوش تدعمونا باللايك وشير الفيديو مع صاحبكم اشتركوا في القناة باي باي